اهلا بيكو اصدقاء اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن اكس ار بي وشركة الريبل. وهنتكلم عن حاجة ملحوظة صغيرة عن القضية. وهنتكلم عن الدهب. وهنتكلم عن منصات باينانس وكيو كوين. واللي بيحصل في سوق كريبتو. وعن عملة معينة. هكلمكم عنها. تمام بس قبل نبتدي افكركم بتعمكم للقناة بعمل لايك وشير الفيديو واشتراك في قناة لو حبيته. وتقروا بعينها سندول وصف تحت الفيديو. في معلومات مهمة لكم. وفي لينكات المنصات اللي حابي بيسجل في منصة باينانس كيو كوين كوين بيز وكريبتو دوت كوم. وما تنساتش فعل جرس ونسالك كل جديد. نبتدي عشان ما طولش عليكم. طبعا النهاردة طبعا سوق الكريبتو زي ما انتوا شايفين الخوف معاشر الخوف لسه شديد على عشرة. بالنسبة للأسهم. سوق الأسهم اسم بي خمسمية شايفينه على نزول. فده طبعا بيأثر برضو على اسعار الكريبتو. وما تنسوش ان احنا في البير ماركت. حتى في الصين طلعوا من البير ماركت والسوق دخل سوق الصين عموما دخل في البور ماركت. فده طبعا كويس للصين واللي المستثمرين في الصين. لكن في امريكا طبعا ده لسه لغاية دلوقتي من امريكا هي اللي بتسيطر على العالم والدولار اللي هو متحكم في العالم. فللأسف بيأثر على الكريبتو. تعال اكلمكم على ملحوظة مهمة جدا ما عرفش للمستثمرين في الدهب. الدهب طبعا النهاردة لسه نازل الف تونية وعشرين ولكن. في خبر كده ما عرفش هيأثر على الدهب ولا لأ جماعة المستثمرين في الدهب قبل ما تكلم عن الكريبتو. اخر خبر. العصور طبعا في خمستاشر يونيو العصور على اتناشر فاصلة تمانية تريليون من الدهب. اتناشر فاصلة تمانية تريليون دولار من الدهب لأفق غندا. طبعا الكمية الدهب الرهيبة دي هيبقى المعروض كتير من الدهب. هل ده حيقصر على الاقتصاد العالمي? هل ده حيقصر على سعر الدهب? لان متوفر دلوقتي الدهب بكمية كبيرة جدا. اللي عنده خبرة في المجال ده ياريت يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد. تمام. نخش بقى في موضوع المنصات والكلام ده. نتكلم على منصة الاولينية نتكلم على كيو كوين. مثلا الخبر عن منصة كيو كوين. منصة كيو كوين شايفين الخبر ده? بيكلم المنصة كيو كوين ده طبعا حاجة كويسة جدا. فيه اخبار عن منصة كيو كوين كويسة. وتطورات عنها. بيقولك تتيح محفظة منصة كيو كوين للمستخدمين بانشاء حساب لا مركزي. امن. ببساطة مما يتيح الوصول الى كل ما تقدمه الويب سري. فطبعا من انجازات منصة كيو كوين. انا جربتها عن نفسي. لقيتها منصة بصراحة سهلة جدا. والتعامل فيها رائع جدا. اسهل ممكن من باينانس. منصة كيو كوين اللي حابب يسجل فيها موجود برضو اللينك تحت تسجيل في صندوق الوصف. تمام. بالنسبة للخبر ده. هنا كان الخبر ده بيتكلموا على عاملين كده مقارنة بين باينانس ومنصة كوين بيز. شايفين ان فيه خروج من البيتكوين للبيتكوين من كوين بيز. وفيه دخول الحسابات الرصيد او الرصيد البيتكوين بيزيد في باينانس وبيقل في كوين بيز. هل الناس بتحول من كوين بيز لباينانس? اكتبو لي برضو في التعليقات. بس انا شايفت جرافيك كده بيبين كده. نوع صفة عكسية. نوع كوين بيز بيقل وبيحولوا البيتكوين لباينانس. هل باينانس اصبحت اكثر امانة من كوين بيز? اكتبو لي يا ريت في التعليقات لو حد عنده اي معلومة عن الموضوع ده. تمام. ده بالنسبة للخبر ده. نتكلم على الخبر ده. هفاكرين لو كنت قلوكوا دايما حاولوا تهتموا بعملات الميتافيرس? طيب. الخبر ده بيقولك يتواصل مجال التايم توغلها في عالم العملات المشفرة وعالم اين اف تي من خلال الشراكة مع شركة العاب القائمة على بلوكشين ساند بوكس لبناء تايمز سكوير نيويورك في الميتافيرس. فده طبعا انا شايف ده من انجازات ساند بوكس وعملة ساند. فخلي بالكم ركزوا على العملات الميتافيرس ساند ومانا وجالا. ركزوا على تلات عملات دول يا جماعة. والأي بي اي برضو ركزوا عليها لعملت ارباح قوية جدا لفترة اللي فاتت. وبرضو على فكرة عملت ساند كتال عملت انطلاقة قوية ونزلت دلوقتي فيه تصحيح ليها دلوقتي. فده طبعا ركزوا عملات الميتافيرس ممكن تحققوا منها ارباح قوية ان مش بنصح ببيع وشيرة. انا بقول لكم انا بعمل ايه. طيب. بالنسبة بقى الخبر بتاع شركة الريبل. انا كنت قلتلكم قبل كده. شركة الريبل بتخطط انها تسيب الولايات المتحدة. او يعني بتأمن نفسها انها تسيب الولايات المتحدة. تقل براد جارنينج هاوس المدير التنفيذي لشركة الريبل اعلن انه لو لو حصل ان هما خسروا القضية بس كل كل المعلومات والبيانات بتقول لنا ان هما حيفوزوا في القضية. واللي بقول لك لو خسروا القضية حيخرجوا من الولايات المتحدة. وغالبا هيروحوا كندا بس هم ما ارصرحش بكده. بس انا شايف ان تحركاتهم في اتجاه كندا تورنتو. وفتح المكتب الاخير ده بتاع تورنتو. انا شايف ان هما بينقلوا نشطهم الى كندا. فده طبعا بيقول لك لو خسرنا القضية هننتقل لكندا. اه طبعا هتبقى خسارة لولايات المتحدة كبيرة. اه ولكن هما حينقلوا الكندا. بس هو قال لك في التعليقات بتاعته. قال اللي حصل لو حتى لو خسرنا في القضية ده مش هيقصر على الكريبتو بحاجة. يعني هيقصر يمكن تأثير خفيف جدا او بسيط جدا لكن مش هيبقى تأثير قوي قوي ان هو يموت الاكس ار بي. لا هيبقى تأثير يمكن طفيف ومؤقت. مش تأثير كبير. تمام? لان الاكس ار بي ليه استخدامه وشركة الريبل من اقوى شركات العالم في التحولات المادية. تمام? بتنافز يعني ده الحوت بدأ العالم السوفت كله. فده اكتر دولة فاكتر شركة بتنافز السوفت دي حاجة عظيمة جدا. فده طبعا الاكس ار بي اجلا عاجلا حتى لو خسروا القضية هيرتفع وينطلق. انا شايف كده. تمام? انا بقول لكم انا وجهة نظر. ممكن اكون مخطئة ايه مغى تكون صح. بس انا شايف دلوقتي ان انتم تركزوا على بعض العملات. وخلي بالكم في حرب شارسة دلوقتي ضد العملات الميم اللي هي دوك كوين وشي باقينه. طبعا العملات الميم. فانتم ركزوا طبعا على العملات المهمة. واللي طبعا مستثمر في الدوك كوين والشي باقينه ويستنى لغاية ما يحقق ارباح ما يبيعش باخسار. تمام? فده طبعا الاخبار دي النهاردة اللي كنت عايزة تحول لطب منكم وقول لكم عليها. انا شايف عملة اي بي اي برضو. العملة دي كتحققت ارباح قوي جدا اللي فاتوا دول. يمكن دازل يحصل هبوط قوي لان في ناس معتقدة ان هو اللي يحصل فيه هبوط قوي او منتظر هبوط قوي للعملات الرقمية الفترة اللي جاية. بس كل دي احتمالات. ممكن فجأة تلاقينا انصعدنا وانطلقنا الفوق. كل ده يقول لك يمكن. ما حدش بيقول لك اكيد. واللي يقول لك اكيد اعرف ان هو يعني بيقول كلام كده وخلاص. عشان يطمنك. مفيش حد عنده الخبر اليقين يا جماعة والسوء ده ملوش كبير. حتى الاسواق اللي هي زي اسواق الاسهم اللي هي معروفة ومدروسة. محدش عارف حاجة. لان الاقصاد ضبايز خالص بتاع العالم. طول ما الحزب الديوموقراطي موجود في امريكا هو اللي ماسك الموضوع طول ما اللي تلاقي الاخبار سيئة في الاقصاد. وربنا يصدر يمكن الاخبار تتحسن. طبعا في ناس كانوا يكلموني على لونا. لونا عملت صعود اللي هو اللونا كلاسيك عملت صعود قوي جدا. نوصل شوانا بكلمكم عملت تلت صفار حداشر. في ناس او طبعا ارباح منها. انا مش بنصح بها خالص. انا كنت شاري فيها. ومستني لما يمكن تعدي فوق السنت عشان اقرف ابيع. ازا وصلت سبعا سنت. لانها ملهاش امان خالص ما بسقش فيها. بس مش حبيع باخسار. انا مستني لما اتحقق ارباح. انا كنت شاري. اه لما وقعت اشتريت. فانا انا شايف ان هي عملة كده يعني زي عملات الميم. يمكن حتى اسوأ دلوقتي من شي بينه. فده طبعا انا مستني لما اتحقق ارباحش. انا بيع بس مش هبيع باخسارة. فانا بنصح الجماعة ما حدش بيع باخسارة يا جماعة بس تركزوا عملات المهمة. زي بي ام بي وزي عملات ال اكس ار بي وعملة الاسيريام وعملة البيتكوين والكاردانو. في عملات كتير يا عملات الميتافيرس اي بي اي والجالا وساند ومانو. فالعملات دي معملات مهمة يا جماعة ركزوا عليها. ما تركزوش على عملات الميم. اللي اشترى اشترى خلاص. ما يشتريش. يعني انا ما بزحش بيع وشاري. انا بقولك انا مش هشتري وبيع في عملات العملات الميم تاني. انا عندي منها. بس محتفظ بيها لما تحقق ارباح. لو ما حصلش ارباح نصيبي كده. بس انا مش هشتري دلوقتي فيها خالص. انا مستني لما سوق يحصل برا ونخرج برا. نخش في الاسعار ترتفع عشان اعرف احقق ارباح. لكن مش غامر بفلوسي وحطها في عملات الميم. حطها في العملات المضمون. انا اسف ان اتولت عليكم واشكركم واللقاء في الحلقة القادمة. سلام يا جماعة.